سعيدة أن هذه السنة حصلت للمؤسسة على أكبر معدل على مستوى الجهة بشخص تلميذة رائعة إكرام نطفية تانية علوم فيزيائية وهذا أمر ليس وليد الصدفة ولكن نتيجة المجهودات جبارة من طرف لا تلميذة ولا التقام الإداري والتربوي كذلك اللي يدعم ولي يحفز تلميذة وكذلك بدءاً بالأسرة الكريمة دي التلميذة كان كذلك عنصر منسى وش دي الدعم اللي هو جمعية الآباء خلال الحفل التمييز للدورة الأولى أمكن أن تحصل تلميذة إكرام نطفية على أول معدل وكانت تابليتها جائزة رمزية كانت تابليت كذلك منصب تلميذة نطفية إكرام وتلميذة مهدي في مسابقة مآخراً كانت في مقر مجلس العلمي وتحت الإشرف دي المدير الأقليمي اللي كانت يلي خصت هالجوائز هادو الكلامت كدعم منها مشكورة إذن نتيجة الإكرام نطفية كي قلت ماشي وليدات صدفة ولكن نتيجة للتدافر للجهود لكل التقم التربوي والإداري لأسرة جمعية الآباء والمديرية الإقليمية على رأسهم من هذا المنبر بغت نذكر كذلك أن السنة اللي مدت كانت المؤسسة حصلت سليفاً على أكبر معدل جهوي لمستوى مسلك الاقتصاد في شخص تلميذ محمد ريدا المرضي اللي حالياً كيدرس بالأقسام التحذرية في مدينة طنجة واللي بالإضافة المهمة ديالو اللي ماشي هاينا بالأقسام التحذرية كان كي عمل دعم تربوي لجمالة إديالو هاد الموسم الدراسي بابا السبتي كان كذلك تلميذ مريم أفيلال ابنت الأستاذ القادير يونس أفيلال المدرس مادة العلم الحياة والأرض ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة